تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير من معال الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية وذلك بمناسبة تكريمه بجائزة التمييز الحكومي العربي لأفضل وزير عربي في دورتها الثالثة خلال الحفلة الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة رفع فيها أسماء آيات الشكر والعرفاء لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه الدائم لمواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطنين والذي نتج عنه تحقيق هذا الإنجاز وأكد معالي أن هذا التكريم هو تكريم لجهود أعضاء فريق البحرين بأجمعه الذي يستمد الرؤى والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص فريق البحرين على التنفيذ المتقن للخطط والبرامج التي تهدف إلى تعزيز المسيرة التنموية الشاملة للمملكة ومواصلة بدل المزيد من الجهود والمساعي التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والتطور لمملكة البحرين وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن هذا التكريم الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وتسليط الضوء على التجارب الرائدة والمبادرات الناجحة في الدول العربية يشكل حافزا لبدل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق الابتكار في العمل الحكومية مؤكدا أن النجاحات التي تحقيقها مملكة البحرين في شتى المحافل الإقليمية والدولية هي نتاج الجهود المتواصلة والعمل المتفاني الذي يحقيقه أبناء مملكة البحرين المخلصين وفي ختام البرقية جدد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله على دعمه لا محدود مؤكدا الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المرجوة داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية لمؤصلة مسيرة التقدم والرفع للوطني وأبنائه ترجمة نانسي قنقر